اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اكد ان وطيرة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج تسير نحو المسار الصحيح للدافع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو افاق اكثر تطورا ولم بما ينعكس ايجابا لصالح خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمحفزة لمختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية ولفت معاليه لاهمية مواصلة المساعي الحثيثة لتنويع القاعدة الاقتصادية وطرح المزيد من المبادرات والخطط الاستراتيجية الداعمة للقطاع الخاص وبيئة الاعمال بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات المنشودة جاء ذلك لدى مشاركة معالي في الجلسة النقاشية حول اقتصادات الخليج في اطال مشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في اعمال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوز السويسرية تحت عنوان اعادة بناء الثقة بمشاركة نخبة من القيادات العالمية وصناع القرار والمسؤولين واشار معاليه لان مملكة البحرين اولت اهتماما بالغا لتعزيز قدرة المملكة على السقطاب رؤوس الاموال والتشجيع على الاستثمار بما يصب في صالح تقدم والزهار الاقتصاد حيث بلغ الاستثمار الاجنبي المباشر هدفه السنوي البالغ مليارين ونصف المليار دولار امريكي لعام الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين ونوه معاليه بانه وفقا للناتج الاقتصادي التي حققتها مملكة البحرين خلال الربع الثالث من العام الفين وثلاثة وعشرين فقد نمى اقتصاد البحرين غير النفطي بنسبة 4.5% الامر الذي يعكس النهجة الاستراتيجية الذي اتخذته المملكة لتنويع القاعدة الاقتصادية ولفت معاليه الى الدور الهام الذي يطلع به القطاع الخاص باعتباره محركا اساسيا لعملية النمو الاقتصادي مشيرا للجهود التي بدلتها مملكة البحرين لزيادة الاستثمار في القطاع الخاص وتحفيز التنوع الاقتصادي مشيرا الى ما تحظى به مملكة البحرين من بيئة داعمة ومحفزة لاستقطاب المزيد من الشركات بما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في خلق مزيد من فرص العمل النوعية التي تعود بالخير والنماء على المواطنين اشتركوا في القناة